مساء الخير على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير يوم استثنائي وحدث استثنائي بالتأكيد النهاردة الأول من مايو عام 2021 حدث بالتأكيد مش بيهم فقط جماهير النادي الاهلي أو جماهير الكرة المصرية لا جماهير الوطن العربي لأن أقدم نادي في الوطن العربي وأكبر نادي شعبية هيملك استاد خلال الفترة القادمة لحظة زي دي النهاردة بالتأكيد أمير ناس كتير بتتمنى أنها تعيشها وتشوفها واللحظة الأهم والأكبر إن شاء الله لما نعيشها خلال السنوات القادمة مع افتتاح استاد النادي الاهلي لكن وضع حجر الأساس في يوم زي النهاردة خذوا باركوا كمان من اختيار التوقيت واليوم يوم النهاردة هو عيد العمال واحد مايو بالتأكيد تقديرا لكل عمال لمصر والمشروع بالتأكيد خلال الفترة القادمة هيدم ساحة إنه كل الشباب وكل الناس تقدر تشتغل في هذا المشروع اللي بإذن الله هيكون إضافة كبيرة جدا للرياضة المصرية وللرياضة العربية وصرح رياضي كبير جدا الأمر مش هيتمثل في استاد أو ملعب كرة قدم فقط لا ده فيه كمان خطوات استثمارية هيتم استغلالها بالتأكيد من خلال إقامة هذا المشروع داخل فرع النادي الأهلي في الشيخ هزيد هذا الموضوع تحديدا خلال السنوات الأخيرة يمكن أنا تعيشت في أمير في أكتر من جماعية عمومية وقلت دايما بشوف الجماعيات العمومية بتتكلم على المشروع الأكبر والحلم الأكبر حلم إنشاء استاد النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي كان بيتمنى بفكرة أن يكون عنده ملعب بيملكه ويكون خاص بالنادي الأهلي ويلعب فيه مبارياته المحلية ومبارياته الإفريقية زي ما بنشوف ملعب سنتياجو برنابيو مع ريال مدريد ملعب نادي برشلونة توتنهام لسه نجدد ملعب أو لسه عامل ملعب جديد أتلتكو مدريد نقل لملعب جديد الفرع الكبيرة الفرع العالمية اللي الأهلي كان بيشارك ويلعب معاه في مبارياته الدية بالتأكيد دايما عندها ملعب كبيرة فالحدث والحلم ده النهاردة كان حدث مهم جدا لذلك الجمهور النهاردة فخور بهذا المشروع وبهذا الحلم إن شاء الله اللي خلاص بدأ يتحقق ويكون موجود على أرض الواقع الشيء المميز كمان يا أميرو اللي انت ركزت عليه واتكلمت فيه حضور طبعا عدد من نجوم النادي الأهلي اللي السابقين والقدامة عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين اللي أتيحت لهم الظروف أن يكونوا موجودين النهاردة ولبوا دعوة مجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الغاطيب للحضور اليوم ده بيمس النقطة مهمة جدا إن في النهاية إحنا كلنا تواصل أجيال حلم المشروع اللي استاد على فكرة زي ما كنت بتعمل مقرف مدينة ناصر ومقرف الشيخ زايد ومقرف التجمع والخامس أنت بتكمل لتواصل أجيال ومشروع أجيال كتيرة كانت بتشتغل عليه ويمكن الظروف أو الإمكانيات وقتها ما كانتش تسمح لكن النادي الأهلي استغل النقطة مهمة جدا وهي القيادة السياسية فخامت السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على التطوير وحرصه على المنشآت الرياضية وحرصه على التوسع في فكرة أنك تكون موجود فيه المجتمعات العمرانية الجديدة والتوسع في إقامة مشروعات رياضية ده حرص مهم جدا والنادي الأهلي أعتقد في توقيت مهم يعني لمس طرف الخيط واشتغل على ده وقدر ياخد الموافقات الرسمية وكل الشكر والتقدير بالذات يا أمير طبعا لفخامة الرئيس السيد عبدالفتاح السيسي أن نسمح للنادي الأهلي بالتأكيد بهذا المشروع إن شاء الله عشان يكون خلال سنوات قليلة جدا النادي الأهلي يملك استاذ النادي الأهلي